اشتركوا في القناة اكتب رسالة لصديق في بريطانيا او اي صديق في اي دولة اكتب رسالة لصديق في بريطانيا احتفال تقليدي مناسبة عندك بلدك خاصة او احتفال او احتمال هو بي موضعين تكتب عن مثل مهرجان باب عن مناسبة العيد الاضحى وعيد الرمضان او تكتب عن شهر رمضان احتمال يقول لك المدرس اكتب عن رمضان لان هو مطلوب الشائط الاول اما تكتب عن مناسبة العيد او مهرجان باب او تكتب عن رمضان لان هو شي خاص بلدك فد مناسبة دينية واحتفال تقليدي في العراق اذا هو المناسبة او الاحتفال اللي يصير في بلدك اليوم نتكلم عن شهر رمضان لان هو من يتي الاول يعني انت تكتب عن شهر رمضان واحتمال اكتب او استاتذة او طلاب او كان يكتب غير موضوع مثلا عن العيد الاضحى عن مهرجان بابل فد اي مناسبة موجودة بالعراق اوكي التحور بالاختيار بس احنا هسا نسيلكم المادة تكتبون الشهر او اللي هو يخص شهر رمضان وهذا موجود مئة بالمئة بكتاب النشاط النشاط ينتي الاول فتكتب عن شهر رمضان لان اغلب الاستاتذة يقولك اكتب لي عن مناسبة او شهر رمضان اذا اكتب عن شهر رمضان اكتب عن شهر رمضان شخص اجنبي لا يعرف التقاليد اللي عندك موجودة بهذا البلد فاتهنا راح تشرح له شهر رمضان اوكي دائما المقدمة تكتبون دير توم هنا العنوان رمضان تكتب فوق بالوسط رمضان يعني او ايد الاضحى او مهرجان بابل شوفت شنو الموضوع تكتب تكتب بوسط الصبحة بالوسط العنوان ضروري او بابلون فستفل او بابلون فستفل يعني مهرجان بابل تكتب بابلون فستفل مهرجان بابل ايد الاضحى ايد الاضحى فتكتب العنوان دائما بالوسط كل الطلاب لازم يكتبون العنوان اللي راح تكتب عليه الموضوع بعدين تنزل سطرين مجال تترك سطرين بالسطر الثالث تقريبا تكتب دير توم طبعا اي اسم بس هو شخص اجنبي باعتبار اي اسم باعتباره شخص اجنبي كتب التوم باعتباره سهل دير توم عزيزي توم مثل ما قلنا تشرح له شنو شهر رمضان باعتباره في عراق وخارج البلد ما يعرف شنو شهر رمضان التقاليد الموجودة بالعراق هل سألتني ودهت الرسالة السابقة يقول احكيلي في المناسبة وفي الشهر عدكم مميز فهو هنا راح يجابه سألتني لأخبرك عن احتفال تقليدي او عن رمضان تكتب لها كشكال اذا طلاب المقدمة اول شي راح تقلي كلمة دير والشخص اجنبي اسم اجنبي تكتبون اي اسم هنا تكتبون الاسم ثم تكتبون الاسم ثم تبدأ بمقدمة الاسم مجال تترك السطر حتى تكتبوا الاسم بين كلمة دير والمقدمة تكتبون مجال السطر فالي راح نبدأ بالمقدمة انتهت طلاب على اللفظ وشون تحفظون انت سألتني لكي اخبرك عن احتفال تقليدي مناسبة تقليدي موجودة عندنا في بلدي يقوله فهو قابل تازل الرسالة يقوله يحكيلي على مناسبة موجودة تقليدي عيد المسطر انت سألتني لكي اخبرك عن احتفال او مناسبة تقليدي في بلدي انت سألتني لكي اخبرك لكي اخبرك عن احتفال او مناسبة تقليدي احتفال او مناسبة تقليدي في بلدي انت سألتني سألتني لكي اخبرك عن احتفال او مناسبة تقليدي و احتفال تقليدي في بلدي سأخبرك عن رمضان سأخبرك عن رمضان الآن يبدأ التفاصيل ما هو شهر رمضان . كلمة تقليدي في بلدي مع تصوم صوم صوم ديني لمدة 30 يوم 30 يوم صوم ديني لمدة 30 يوم إذا كنت توقف عن طعام و الشراب و التدخين إذا كنت توقف عن طعام و الشراب و التدخين فالنقم بالتوقف عن طعام و إذا كان يقول فعلا لك عن رمضان فإذا كنت توقف عن طعام و الشراب و التدخين كلمة السهلة من الفجر إلى الغروب كلمة السهلة لا يتوقف عن الطعام و الشراب من الفجر إلى الغروب الغروب الشمس نتوقف عن الطعام و الشراب من الفجر إلى الغروب الغروب الشمس نطلب من الله في هذا الشهر في هذا الشهر لن يخفر يسامح تخفر يسامح تخفر ان يغفر دنوبناaj наши في هذا الشهر في هذا الشهر نسأل الله أن نسأل الله أن نسأل الله أن يخفر ذنبنا حسنًا؟ سعيدًا لكم بداية حتى تضبطوها أحسنًا أنت سألتني أن أخبرك عن تحديث عن مناسبة تقليدية في بلدي سأخبرك عن رمضان سأخبرك عن رمضان سأخبرك عن شهر رمضان سأخبرك عن شهر رمضان تقليد التفاصيل عن شهر رمضان إنه شهر يوم ثلاثة يوم صوم ديني لمدة ثلاثة يوم لذلك نتوقف عن أمور شراب أو تدخين من الفجر إلى غروب الشمس من الفجر إلى غروب الشمس في هذا الشهر في هذا الشهر نتوقف عن الله نتوقف عن الله أن يخفر ذنوبنا خطائنا نتوقف عن رمضان خطائنا ثلاثة نحتاج ل Libra ون行 horas ولين اللذي personality انتدعهم ونخدمهم أعطيهم الصداقة والزكاة كيف نقول صداقة الفطر؟ وصحومنا بعباءهم وناعطيهم الصدقة ندعو ونصلي أكثر نحن من يعطيهم الصدقة نحن من يحب ونعطيهم الصدق ونقصد ولطفة لفقراء ونعطيهم الصدق نتصدق الآن الطائم الأخص عن شهر رمضان بعدين سيقول للشهر كنت نفطر والعادات الموجودة عندنا نتوقف عن الصوم في غروب الشمس نتوقف عن الصوم ونبدأ لتناول وجبة المساء بعد الغروب ونبدأ لتناول وجبة المساء أعيدها في غروب نتوقف عن الصوم ونبدأ لتناول وجبة المساء يتوقف عن إفطار ونبدأ لتناول وجبة المساء وهو تسمى إفطار ثم تقول عليك أثنين يذهب إلى المسك الناس يذهب إلى الجوامع ثم تعريبا ثم ثم تعريبت المسك تكتب على هذا الربط يجب أن تستخدمه الناس يذهب إلى المسك هذه المسك هي جامعة كلها المسك الآن بجوامع المسك لا يوجد المسك المسك هذه المسك الناس تذهب للجامع للصلاة في شهر رمضان الناس عادة تزور بعضهم البعض الاصدقاء والجيران في شهر رمضان الناس يزور بعضهم البعض الناس في الليل الناس يتكلمون بعضهم تناول الحلويات تناول الحلويات الذهاب للتسوق أو يلعبون لعبة عراقية قديمة لعبة عراقية قديمة تقليدية اسمها محابس تناول الحلويات تناول الحلويات تناول الحلويات ماذا يحدث بعد العشاء و بعد الصلاة ثم نعيد الناس تذهب للصلاة في الجوامع في شهر رمضان الناس يتكلمون بعضهم البعض لماذا يتكلمون بعضهم البعض تكتب في الليل يتكلمون بعضهم البعض في الليل أو يلعبون اللعبة العراقية القديمة التقليدية تقليدية اسمها حابس هذه هي إجراءات التي يصبح لديناس في شهر رمضان يمكنها تطبق هناك ناس يلعبون هناك ناس يذهبون للتسوق حسب الأجوال العائشية هذا هو الأخص عن شهر رمضان طلاب هذا يكون بسيط لكم يمكنك أن تضيف أكثر بالمعلومات لكن هذا ملخص جميل الخاتمة تكتب هذا موجز ملخص عن شهر رمضان هذا موجز هذا موجز هذا موجز ملخص عن شهر رمضان ثم تكتب ما أعطيب تمنياتي لك وتكتب اسمك مرسل الرسالة اللي كتبت الرسالة كنت مصطفى أحمد على أي اسم اسم ابنية كيف كنت تكتبوها لا يحدد الأسماء والشخص اللي تتدازل الرسالة يكتب فوق كلمة دير هذا المرسل إليه يعني أنت تدازل الرسالة وهذا مرسل الرسالة اللي كتب الرسالة يكتب بالأخير في ناية الرسالة هذا إن شاء الله يكون إنشاء بسيط واضح لكم كلمات كلش حلوة يعني ما أشوفها معقدة وإحنا كتبنا هذا الشهر عن شهر رمضان وهو وجود قنابيوت الأول السادة يقول لك كتب عن مناسبة أو شهر رمضان لازم مئة بالمئة وحتى يشوفوا المعلومات كلش حلوة توصف شهر رمضان أوكي إن شاء الله الجميع استفاد وحاولوا تحفظوا سطر سطر ترجمة أنا ترجمة لكم هسا وتكتبوا التوياية المعلومات يعني يمكنك تأخذ صورة مثلا وتكتب كل الإشاءة كامل أوكي أو تكتبوها وترجمة سطر سطر أقرأ أحفظ أول شيء بعدين أكتب أرى نفسي ضابطة عبر السطر الثاني أعيد السطرين ضابطة عبر السطر الثالث وهكذا إلى أن يخلص إن شاء الله لكل استفاد التقوني في فيديوهات جديدة ومن قصر إياكم إن شاء الله تحياتي للجميع مع السلامة